موسيقى موسيقى وده مش الماضي بتاع فاين ده فعلي اسمه فاوند والماضي بتاعه فاوند طابق دور ستوري مهجور مدمر مخلفات متطور بنجاح ودايما بنتكلم على الدول صناعي يعني بيشتغل عن طريق الأدوات الصناعية ساكن للمدينة أو للبلد يهاجر ريفي تراب مسافر معتاد على الصفر بين المواصلات بدوي لاجئ مهاجر من دولة رحالة أمين مكتبة سكان في الأسر فارغ مقعد منعزل شاحنة حيوانات برية غزال ذكريات بالخارج حضري كنيسة تشيرت الدين هي طبعا الكلمة اللي موجودة تحت ولكن دي بمعنى المنطقة يبقى الكلمة دي كده ترجمتها ريجن المنطقة ولاية ستيت بمفرد ألون عمدة ماير سكة حديد ريلوي صغير جدا تايني مشتيني تايني يصطاد هانت الدين ريليجن استثنائي إكسترا أوردناري إكسترا أوردناري مرهق ستريسفول غسالة واشنغ ماشين تسلية انترتينمنت محلي لوكل موعد أبوينتمنت كتلة صخرية كلف انطباع إمبريشن قانون لو دائما بيرمنان جندي سولجر متر الأنفاق أندرغراون عمارة سكنية بلوكس أوف فلات ميناء بحري هاربور محلات محلية لوكل شوبس منطقة حضرية أوربان إيريا حي سكني نيبرهود مدينة عالمية دواحي صناعية منتجع سياحي توريست ريزورت توريست ريزورت دي الكلمات يا شباب اللي موجودة على يونت 3 تاون أند سيتي تخلينا بقى نشوف الدرس بيتكلم على ايه يونت 3 تاون أند كونتري تاون أند كونتري مونوي بوبيوليشن وون مدينة اسمها مونوي وعدد السكان زي ما انت شايف 1 السيدة دي هي عمدة وحاكمة مونوي هي مدينة صغيرة في شمال نبراسكا في منطقة نبراسكا شمال نبراسكا في أمريكا ولكن وظيفتها هي الوظيفة بتاعة الماير هي الموظفة الكتابية للمدينة هي المسؤولة عن الموظف المسؤول عن ترديق الفلوس وكانت بتشتغل في القهوة أو الكافي بتاعة المدينة why has she got a lot of different jobs ليه هي كان عندها وظائف كتير جدا كده زي ما احنا قلنا clerk treasurer librarian ليه كل الوظائف دي because there is nobody else to do them لان ما كانش في اي حد تاني يعمل الوظائف دي منوي has got a population of one هي مدينة منوي دي كان فيها عدد سكان هي شخص واحد بس لها LC immigrants from Europe المهاجرون من أوروبا originally founded the town السسول مدينة سنة 19 أو 1902 1902 but today nobody wants to live there ولكن هذه الأيام حاليا لا أحد يريد أن يعيش هناك there are about 12 empty one story wooden houses في هناك اتناشر بيت فارغ على نفس الدور على نفس الطابق طابق واحد بيوت مصنوعة من الخشب اتناشر بيت جنب بعض in one house there is still an abandoned piano في بيت منهم في بيانو مهجور most of the houses are in ruins أغلبية البيوت كلها مدمرة and surrounded by a few trees ومحاطة ببعض الأشجار القليلة some old cars and lots of junks وفي وفي عربيات أديمة وكثير من المخلفات the town is completely silent المدينة كلية هادئة صامتة an old rustling yellow school bus يعني في أوتوبيس مدرسة أصفر أديم صدي with no wares or seats بدون عجل وبدون مقاعد stands next to يمكث يقف بالجانب to the small school الجنب المدرسة the school closed 40 years ago المدرسة دي أفلت من 40 سنة opposite Elsie's cafe هي قدام في الجهة المقابلة من الأهوة بتاعة Elsie in an old building في مبنى قديم filled with rubbish مليان بالقمامة it was a shop كان محل but it closed in the 1950s في الخمسينات من القرن التسعتاشر even the church has been closed since 1960 والكنيسة تأفلت سنة 1960 لما تلاقي حرف الاس يعني في الخمسينات من القرن ده هنا سنة 1960 ده وقت محدد monowey was a thrifting town thrifting town هي كانت مدينة متطورة in the 1930s في التلاتينات من القرن التسعتاشر than the population was 150 والسكان كانت تقريبا عددهم 150 mostly farmers and their families أغالبيتهم العائلات والفلاحين وعائلتهم there was a real way وكان في خط سك حديد however the farmers couldn't compete with the enormous industrialized farms ولكن الفلاحين ما ادرشوا نفسهم ويواكب التقدم الصناعي الزراعي في المزارع الصناعية they left the town to look for other work سابوا المدينة منوي عشان يدوروا على شغل تاني look for يبحث عن in 1971 the railway closed and the town began to die وكمان خط السك الحديد ولمدينة بدأت تموت three years ago the last inhabitant منذ ثلاث سنوات آخر ساكن apart from Elsie and her husband moved away من ثلاث سنين كان آخر ساكن مع Elsie وجزها خلاص ميشي inhabitant خلاص ميشي بعد كده زوج Elsie مات and Elsie became the town's only inhabitant و Elsie دي هي أصبحت الساكنة الوحيدة في المدينة Elsie's son and daughter migrated years ago to find work in bigger towns حتى ولادها ابنها وبنتها هجروا منذ سنوات عشان يدوروا على شغل في المدن الكبيرة the small farmers and businessmen can't make any money here says Elsie دايما بتقول Elsie إن الفلاحين الصغيرين ورجال الأعمال ما يدوروش يعملوا فلوس هنا it's the same in another small towns in the region دا دا نفس حال كل المدن الصغيرة اللي موجودة في المنطقة بتاعت Nebraska between 1996 سنة 1996 and 2004 almost 500 thousand people lived the rural states of Nebraska Kansas Oklahoma North Dakota South Dakota Delaware and went to live in big cities الناس أكتر من 500 ألف سابوا المناطق الريفية المدن الريفية rural states كل الأماكن دي سابوها وابتدوا يعيشوا في المدن الكبيرة Now Elsie lives alone هي دلوقتي عايشة لوحدها but she isn't lonely ولكن لا تشعر بالوحدة Her food is good أكلها كويس and the farmers and truck drivers travel a long way to eat at her coffee ويعد عليها المسافرون من الفلاحين وصائقين الشاحنات ويبتدوا يأكلهم ويشربهم في الكافي بتاعها and the town is often visited by wild animals such as a deer والمدينة دايما بتم زيارتها من حيوانات المفترسة والحيوانات البرية زي الغزلان one day monowee will just be memories في يوم من الايام monowee هتكون ذكريات and which will probably turn to dust وبعد كده ممكن تتحول الى تراب وعدم she says هي بتقول but i like it here ولكن انا بحب المكان هنا and as long as i can take care of myself i will stay here وبما ان انا اقدر اخد بالي من نفسي فانا هفضل استمر في العيش هنا طيب قلينا بقى يا شباب ناخد المصطلحات والتعبيرات وفي وقت تاني في فيديو تاني هناخد الgrammar prepositions verbs writing skills dictionary corner حاجات دي بتيجي في الاختراض وبتيجي في الامتحانات فبالتالي لازم تذكرها كويس بمفردها on her own مسؤول عن in charge of in charge of ولازم تذكرها بالشكل دوت يعني responsible for هي هي معناها in charge of هي مش change طبعا هي charge تحرف الهين الار محاض be surrounded by surrounded by بالإضافة إلى apart from في المنطقة in the region يصل إلى get to يعني مجاول I get to school on time يقرر and decide to بيجي وراها الفعل في المصدر مخرب مش a مش on in ruins يتنافس مع compete with يبحث عن look for يكتشف work out or find out ينتقل move away from على الأقل at least يتسوق climb up يتسوق go shopping يأخذ رحلة take a boat trip على الشاطئ on the beach متحمس lee keen on يبدأ رحلة set off عبر cross خلال throw fork over بمحاذاة along كلمات اللغوية باعية حضرية urban landscapes مكان عبور مشاه stedarium crossing صندوق البريد post box اشارات الطريق rude signs اعمال اعمال اصلاح طرق rude works سلة المهملات rubbish bin مصباح الانارة street lamp اشارات المرور traffic lights ريت منها سريع علشان ما يكونش وقت الفيديو كبير دي الصفة الادكتف وقادي المرادف الـ synonymum اللي هو المرادف ليها طيب يعني الكلمة ليها مرادف ليها تاني ضخم ممكن اقول enormous زيها زي it's very big it's very enormous تاريخي historic يعني عنده important in history مهم في التاريخ atmospheric with a special feeling زو جوي كده قديم ancient very old مشهور famous well known fascinating very interesting رائع wonderful very interesting مؤثر stunning very impressive كلمات اللي موجودة معانا writing كلمات ومصطلحات بتيجي في الاختيارات وبتيجي في الـ underline وبتيجي في القطع بالتالي لازم يكون عندك حصيلة لغوية قديم تبقى عارف معنى الكلمة بالعربي وبالإنجليش وعارف هي بتتكتب ازاي قديم anti مستعمل second hand مودة قديمة archie مهجور obsolete كبار sin elderly شواطئ رملية sandy beaches يغوز dive يركب الامواج wind surf ركوب الخيل horse riding يتجول wonder واسع vast أرض خضراء moorland corn century اللي هو مئة سنة يعجب أو يندهش marvel مباني تاريخية historic buildings آدي تصريفات الأفعال وخلي بالك أن التصريف التالت للفعل مهم عشان بتستخدمه في زمن المضارع التام أو الماضي التام عشان تده لازم تبقى عارف تصريفات الأفعال stand stood stood thrive throw thrived يقاتل fight fought out يعطي give given يسبح swim 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 يشتري buy boat boat وأخيرا extend your information إمتى أقول do وإمتى أقول make مع المصطلحات دي do will يعمل الشيء بشكل سيء do do will يعملها بشكل جيد do badly يعملها بشكل سيء do a job يقوم بالوظيفة do math بيحل الماس do harm بيؤذي وخلي بالك عمتا أنه do أنت بتفعل شيء already موجود يعني ما جاقول لك do your homework الhomework الواجبات موجودة في الكتب وبقول لك اعملها لكن make افتكر دايما بتعمل شيء من العدم زي ما جاقول make a cake أنت اللي بتجيب المكونات وبتجيب الحاجات وبتبذل مجهودة عشان تعملها make a money make money بتعمل فلوس make a living بيعمل حياة وعيشها make a mistake make a bad impression make an appointment كأنه بيصنع حاجة مش موجودة ومخطط لها فبيجي معها دايما make وبكده يا شباب نكون خلصنا فيديو النهاردة من منهج aim high 2 prep 1 first term إن شاء الله في الفيديو القادم هنحل وهناخد الجرامر بتاع unit 3 ونحل عليه تدريبات من أسئلة rewrite تمنى تكونوا استفدتم كان معاكم مستر محمد إبراهيم إن شاء الله نتقابل في فيديوهات أخرى thank you